مدرب نادي جلطة سراي التركي يخرج بهذا التصريح الغريب والصادم عن النجم المغربي حكيم زياش ويفاجئ بهذا التصريح وليد الرجراجي قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية ولكن قبل الدخول في التفاصيل عزيز المتابع الجميل أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة تحياتي لكل عشاق ومحبي النجوم المغربة والمنتخب المغربي مدرب نادي جلطة سراي التركي أكد بأن النجم المغربي حكيم زياش لم يبدأ مباراة جلطة سراي أمام كوبنهاجن المباراة التي كانت مصيرية والتي خثرها جلطة سراي بهدف مقابل لشيء أكد بأن حكيم زياش لم يبدأ المباراة لأنه يعاني من إصابة وقد اتفق مع زياش وطبيب الفريق أن زياش من الممكن أن يشارك لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة فقط كلنا لم نسمع عن إصابة زياش خلال الأيام الماضية ولكن مدرب جلطة سراي عندما أعلن عن إصابة زياش بعض القلق ولو قليلا إن تابني وإن تاب كل محب المنتخب المغربي من الممكن أن أحد يسأل لماذا تقلق وزياش لعبة لمدة 30 دقيقة أقلق لأنني أعرف إذا كان اللعب يعاني من الإصابة من الأفضل له ألا يجازف به المدرب لكن لقدر الله حتى لو الطبيب قال زياش لديه مدة لعب 30 دقيقة كنت أرى أن زياش من الأفضل قال لا يلعب لماذا؟ حتى لا تتفاقم الإصابة ونسمع خلال الساعات القادمة عن إصابة زياش نتيجة ضغطه على نفسه للعب 30 دقيقة أمامكم بنهاجي في نهاية الأمر إن شاء الله زياش لا نسمع عنه إلا كل خير تواجده مع المنتخب المغربي في كأس الأمم المفكوية مهم جدا 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 من أجل إن شاء الله اللقب يكون مغربي قوله يارب